بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسل لي أمري ويحلل عرضة من لساني يفه قولي إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى اليوم سنحلق معكم في موضوع هام جدا وجميل جدا حول التميز في التسويق والترويج الحكومي التميز في التسويق والترويج الحكومي بداية قبل البدء اسمح لي أن أبدع بخوف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أطال الله في عمره في عمره التضئيب يفتح عينيك على نقاط الضعف ويعطيك ثقة في نفسك ويجعلك أقرب لتحقيق النصر وهذا نحن إن شاء الله دائما في حالة نعي نمو متواصل للعقول والأفكار والمعلومات على خطى سيدي صاحب السمو نحن عمليا في جمعية الإمارات المستشارين والمدربين الإداريين تأسست الجمعية للمستشارين والمدربين الإداريين بموجب القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2017 ومقيتة تحت رقم 168 بتاريخ 7-3-2017 بسجلات وزارة تنمية المجتمع لماذا تم تأسست الجمعية؟ تم تأسست الجمعية بهدف اختراح القواعد والضوابط التي تنظم أسلوب وأخلاقيات ممارسة مهنة الاستشارات يعني حاليا نحن صار عنا موضوع الاستشارات هناك فيه يعني كل الشخص عم يحاول يدخل فيه موضوع التدريب فصار نحن لازم نضع ضوابط لهذه الأمور تأسست الجمعية من أجل أن تضع القواعد والضوابط وأيضا لمواضيع التدريب الإداري بالإضافة لتخديم الدراسات والأبحاث الخاصة بمهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري وتهيئة البيئة المناسبة لتبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات المشابهة الأقليمية والدولية وأقامة المؤتمرات المحلية والتمثيل في المؤتمرات الدولية وكعادة الجمعية في كل خميس لنا نحن فعالية جميلة نتباعد فيها أطراف الحديث نستفيد فيها من خبراتنا جميعا واليوم سيكون إن شاء الله تعالى يعني هذه الموضوع في إدارة العالمية مع بعضنا البعض بداية نحن عمليا حديثنا اليوم بشكل عام للتواصل في الجمعية مع أي شخص عنده سؤال أو استفسار أو رغبة بالانضمام إلينا فنحن نقول له أهلا وسهلا ومرحبا ومعنا أستاذتنا المبدعة أستاذة الهام هتكون دائما يعني موجودة من خلال التواصل معها من خلال هذه الروابط ورقم الموبايل أو رقم الهاتف فإن شاء الله تعالى نحن نكون دائما موجودين معكم في أي وقت تحتاجتونا في الجمعية عمليا إحنا إذا بدنا نبدأ إن شاء الله اليوم الآن حديثنا لاحظوا شوية بس أنه بسم الله لنحن نبدأ أول شيء موضوع الإتصال الحكومي والتواصل الحكومي إيش المقصود بالتواصل الحكومي وإيش الموضوع بالإتصال الحكومي عمليا يا أحبابنا نحن مرة لفاتت من فترة قريبة كان في اللقاء جميل جدا ضم في أستاذتنا أستاذت الموجودين حاليا وأنا لن أفتقدهم كثيرا يعني رأيتنا كلها يعني لخاء ثلاثي كالعادي اللي هو كان أستاذ القدير أستاذ ناصر بن حماد والأستاذ الرائع من مملكة البحرين الدكتور جابر رويعي فتحدثنا على عالم الفوكا أنه نحن نعيش في عالم الفوكا هناك تغيرات كثيرة في عالمنا تحكم مشاهد العالم حاليا وهي كثرة التقلبات وكثرة الريبة وكثرة التعقيد وكثرة الغموض هذه كلها مع بعض جمعة تسموها في كلمة الفوكا فعملية الفوكا هي عملية فرضت علينا تسارع كبير في المعلومات في ثلاث ثورات أثروا على العالم ثورة الاتصالات وثورة المعلومات وثورة التقنيات فصار العقل البشري دائما في دوامات من الفكر دوامات من العلوم وهناك قوة دائما تحاول أن تتلاعب بهذا العقل البشري وذلك من خلال تغييته بمعلومات قد تكون يضع فيها السم بالدسم أو قد تكون معلومات غير موثقة أو ناتجة عن مشاعر أو ليس عن واقع فصار عمليا صار عملية التواصل عملية فيها تخمي من المعلومات وبحاجة أن يكون لنا أسلوب بالتواصل يختلف عن الأسليب التقليدية وبناء عليه نحن صار في عنا شيء اسمه سرعة النمو للمؤسسات وللدول فرضت على القطاع الحكومي توظيف كل ما توصل إليه العلم والتقنيات الحديثة للتواصل عبر عدة قنوات مع المجتمع ومع أبناء المجتمع بهدف الوصول إلى مواطني العصر الرقمي المطالبين بخدمة العملاء وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة والمعلومات الموثقة وتعزيز الثقة فيهم وتعزيز أيضا توجهم حسب توجهه هذا الحكومي اللي صار نحن عمليا في هذا الزمان بكل دول العالم أهل هذا العصر صار أكثر صار أصبحوا أكثر اطلاعا أصبحوا أكثر ذكاءا صاروا يركزوا على الأفعال لا على الأقوال صار دائما يزاد احتمادهم على التقنيات بشكل مستمر وخصوصا بعد ما ظهر تقنيات الذكاء الصناعي فهنا صار تطورت التقنيات بشكل سريع جدا وتطورت الاستراتيجيات بشكل جميل جدا فهذا الشئ واكبه تطورات في سلوكيات التواصل سواء كان سلوكيات التواصل الرسمية أو سلوكيات التواصل غير الرسمية وحتى أكثر من هيك صار الناس عندما بدأت تطلب معلومات عن تتعرف فيها مما الذي يجري حاليا كان في الماضي ينظروا إلى الموضوع من خلال ماذا؟ من خلال قنوات الرئيسية التي هي الصحف والتي هي المجلات الرسمية والتي هي قنوات الإذاعة والتلفاث ولكن حاليا الناس لا تدخل إلى هذا الموضوع من هذا الباب صار الناس تغير طريقة بحث عن المعلومة ودخولا للمعلومة فصار ينظروا إلى المعلومات من خلال قنوات السوشال ميديا وقنوات التواصل الحكومي فتغيرت استراتيجيات وتغيرت تلقى التواصل بهذا السبب فنحن عمليا عم نحاول ننظر يا هل ترى نحن من منظور الاتصال الحكومي والتواصل الحكومي ما هو الجديد وما هو المتغير الحديث من المتغيرات الحديثة أنه صارت في عنا ثلاث سيمات تتسمى فيها أهل هذا العصر الذي يبحث عن المعلومات هذه المعلومات هامة جدا يعني معلومات غير معلومات نحن ما فينا نوصل لشيء المعلومات هي العملة في قرن الـ 21 الحاجة للتأثير بالمجتمعات الحاجة للتحديث قناعات الناس الحاجة للتحور مع الناس الحاجة لتوجيه دفئة الحوار والعقل والمنطق نحو الحقائق ونحو الأمور الصحيحة صارت أصعب مما كانت عليه في الماضي يعني في الماضي كانت الصحف والمجلات ذكرنا والوسائل التقليدية هي التي تستخدمها الحكومات للتواصل مع الأفراد أما الآن صار العالم في إلو ثلاث سيمات رئيسية صارت الناس لما تطلب معلوماتها لم تعد تعتمد كما كسابق عادة على موضوع والله على موضوعات المشورات التقليدية صارت تعتمد على ثلاث أمور إلى ثلاث سيمات الآن التواصل في عالمنا ثلاث سيمات كل واحدة تبدأ بحرف السين أول واحدة صار في عنا الكيس في المعلومات صار عنا فوضى في المعلومات أي إنسان بيخطر باله أي شيء بإمكانه أن يستخدم الذكاء الصناعي ويعطي معلومات قد تكون هذه المعلومات غير منظمة غير منصقة ليست ظاهرة من الموقع المناسب وأيضا هناك أيضا صارت تطلع مواضيع بوسائل إعلام مثيرة للجدل والسبب هو اللهذ والبحث وراء اللايكات والإعجابات والمشاركات فإذا أنا أعطي موضوع تقريدي محد حيعملي لايك لازم أعطي موضوع غير تقريدي لازم يكون أعمل موضوع فيه يعني بعبعة إعلامية عشان الناس تعملي لايكات وصارت الناس عندها عادة يومية تفتح الموبايل والنقر نقر نقر عشوائي أي رابط أي شيء أي خبر عما تتلقى هذا الموضوع هالثلاث أمور الكايس والكونتروفيرسي والكليكس اللي العشوائي النقر اللحظي والعشوائي أثر بشكل كبير جدا علينا وأيضا بعد يا أحبابنا ما صارت موضوع الكوفيد ناينتين وصار في عنا البنداميك ظهر وباء جديد في العالم هذا الوباء اسمه وباء المعلومات كان في عنا بنداميك صار في عنا شيء اسمه إنفو داميك إيش يعني إنفو داميك؟ إيش يعني وباء المعلومات؟ يعني يتم توريء يوميا كميات هائلة من البيانات لا يمكن الوثوق بها لا يمكن الاعتماد عليها حول مشكلة ما تكمن خطورتها في أنها تنتشر بسرعة كالوباء كيف ينتشر كوفيد ناينتين يأتي معلومة مغلوطة تأتي معلومة مضللة فتنتشر في وسائل الإعلام تخلق بالبلات تخلق يعني زعزع بالفكر تسيء لبعض الشخصيات الهامة تسيء لبعض الأنشطة لبعض الإنجازات تسمم الأفكار وقد تعطي قناعات مشوية للواقع فصار هنا اللي صار في عنا الشيء أنه تصدي لهذه المعلومات صار تظهر في عنا منظومات تميز في التواصل الحكومي أول شيء تعمل تمنع وصول هذه السموم من الأفكار وأيضاً تفتح تعزز الثقة وكان سلاحة هي الثقة الشفافية صدور المعلومات من مصادر موثوقة من مصادر علمية من ناس حقيقيين يقدمون الحقائق يتحملون المسؤوليات يقبلون المسابة المسائلة برحابة صدر يعني بعبارة ثانية المعلومة قد تنقذ حياة إنسان إذا كانت المعلومة دقيقة وإذا كانت المعلومة صحيحة كيف يعني المعلومة قد تنقذ حياة إنسان يعني نحن نذكر وأصار وباء الكوفيد-19 في بعض الأخوة وبعض الأخوات في بعض الدول قال نحن هذي والله كل الموضوع اللقاح وكل هالمواضيع تبعه كان فيه إنه صديق موجود عنده شركة قال أنا سأكون آخر من يلطح لأنه قد صممت أفكاره إنه هذه كلها عبارة عن عباد وسبحان الله هذا الإنسان عنده أولاد وزوجته وولدت قبل شهرين من هذه الحادثة أصيب بالكوفيد-19 وانتقل إلى رحمة الله معلومات مسلطنة للأفكار مسممة للأفكار ولدت عنده قناعات أنا لن أخذ اللقاح وبالتالي أتاه المرض ولم يرحمه إذن الاتصال والتواصل الفعال الحكومي بشكل قوي يحمي الحياة ويحمي حياة الإنسان ويعطي استقرار للحياة من أجل هذا صار الناس تبحث ما سمت العصر ما هو الجديد في موضوع التواصل الحكومي ليش الموضوع الاتصال الحكومي صار من أهم المواضيع في أوقاتنا الحالية عملوا دراسات يعني عام 2021 معحد تعرفوا وكالة أنباء رويترز عملت بالتعاون مع جامعة إكسفورد أنه بدنا نعرف هل ترى الناس من أين تستقي الناس أخبارها فما هو مصدر معلوماتها ما هي المواقع اللي يهتمون إليها هل ينتظرون والله الأخبار الرسمية فتم مسح 46 دولة تضم وأخذ عينة 92 ألف حول عادات استهلاك الأخبار لديهم وحول ماذا؟ عادات استهلاك الأخبار وكان سؤال رئيسي أي من المواقع التالية تستخدمها لاستكشاف أخبارك لتعمل لمعرفة ما هو الجديد في عالم الأخبار فهل أنت ستختار أخبارك إذا بدك تعرف أخبار اليوم أحداث اليوم من وسائل الإعلام السائدة الصحفيون العاديون أم أنت بدك من خلال مصادر أخبارية أصغر أو بديلة أم من خلال تصريحات السياسيين أم من خلال الناس العاديون أم من شخصيات الإنترنت مؤثرين إنترنت أم من مصادر أخرى أو لا أحد من هؤلاء اللي حذكرناها وعملوا الدراسة وكانت النتيجة مذهلة أن 36% من هؤلاء الآلاف في هذه الدول العديدة بيقول لك إذا بدي أعرف أخبار اليوم بدي أفتح الإنستغرام 37% قال وإذا بنا نعرف أخبار اليوم بنا نفوت على السوشال ميديا ونفتح السناب شات 40% بيأخذوا أخبارهم من التيك توك يعني بعبارة ثانية تلاشى دور وسائل الإعلام التقليدية وصار محترف التسويق الحكومي صار عنده يتوجه إلى المجتمع من خلال السوشال ميديا فكان السؤال ماذا سيحدث إن تسببت إحدى التغريدات في ظهور عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي ومر الساعات قبل أن يتم تنبيهنا أنه هي عبارة عن خبر مسموم بكل بساطة سيتحول الرجل الإعلام إلى فايرفايتر وسيفقد التحكم بزمام الأمور بعبارة أخرى صرنا نحن عم نطارد الأزمة من الخلف ما صرنا السباقيين برو أكتف صرنا ري أكتف ومع تسارع تقنيات العصر متا فيرس، بيرتشوال رياليتي أغمينتد رياليتي، سمارت غلاسز كل ما عم يطلعنا والحين آي آي صار الموضوع أكثر وأكثر خطورة فصار موضوع أن الرصد الإعلامي أصبح ضرورة ملحة وهو يتضم الاستماع لكل وسائل الإعلام لكل قنوات السوشال ميديا البحث عن الثغرات المعرفية أو المعلوماتية الواجب سدة التحالف من يتبنى الحقيقة ظهرت عنها أدوات حتى بالآي آي تقيس لكل خبر حجم متابعينهم سرعة وصول الخبر وانتشاره عدد مرات ظهور كل خبر عدد مرات حجم التفاعلات معدل مشاركة عدد مرات المشاهدة ظهر عنها كيبي آي كلها تهيعم ساعد هل خبر هذا هل ينتشر بسلعة النار في الهجيم ما هي سلعة انتشاره وكيف يصل فصار عننا نحن إذا بدك عندك أنت موظفين بالاتصال الحكومي بدك نعملهم تعملهم تمكين من تحقيق التغيير أنه يكونوا فورا عندهم قدرة على استخراج أعطاء المعلومات الصحيحة بشفافية وتوسيع نطاق الاتصالات الرقمية على مستوى الموضوع فنحن عمليا إذا عم نتحلس اليوم على ماذا عن موضوع الاتصال الحكومي وعم نتحدث عن موضوع الاتصال الحكومي من بوابة ماذا من بوابة منظومة التميز الحكومي بعدين ظهر موضوع هامل جدا بعد الكوفيد 19 ونتيجة لكلها التغييرات بالعصر اختفى عند رجل الإعلام موضوع أنه ما عد في عندك ديدلاين يعني ما بيقول والله في عندي خبر أنا بكرة دوامي من الساعة 9-8 الصبح للساعة الرابعة مساء وقتا بردة عليه ما عد في شيء اسمه ديدلاين صار العمل فورا إن ذا سبوت بيكون الرسل الإعلامي على مدار 24 ساعة ظهر شريحة جديدة يجب إعطاء الأولوية في كل أثناء أثناء صياغة الإعلانات وهي SEO Search Engine Optimization يجب صياغة الإعلام بالكلمات التي تعطيها محركات البحث مثل جوجل وغيرها الأولوية فما فينا نستخدم مفردات غريبة أو ارتجر مفردات ليست دارجة لأنه عندما يبحث الشخص عن الخبر تأتيه بالمعلومات والكلمات الدارجة ظهرت شبكة علاقات مع كبار المؤثرين غير الحكوميين صار في عنا نحن دائما المؤثرين هذون المؤثرين صاروا شركائنا الإستراتيجيين لأنهم صاروا عندهم إذا كانوا عندنا أي خبر نحاول نحن نبثلوا صاروا هما يساعدونا وهما الناتقين بإسمنا ما عد في عنا والله مذيع هو اللي يعمل هذه الأمور وهذا استوجب على كأغلبية القائمين على عملية الاتصار تغيير الهيكل التنظيمي يعني كنا نسأل دائما ما هو الهيكل التنظيمي السريع ما هو أسرع مخلوق على ظهر القرى الأرضية أسرع مخلوق على ظهر القرى الأرضية هو الفهد تشيتا سرعته أكثر من 65 كم هذا المخلوق لأننا نظرنا سر سرعته هو هيكله التنظيمي عموده الفقري طلبته مع بعض طيب هيكله التنظيمي تبع الزرحفات بطيئة جدا فقيلة جدا فإذا أنت بدك موظفين يكون عندهم رشاقة بك تعمله الإنباورمنت ليكون قناوات التواصل العامودية والأفوقية سريعة جدا كنا من فترة بسيطة في حوار من الذي يفشل مدير التسويق الحكومي من الذي يفشل مسؤول علاقات العام الحكومي فوجدنا أن من يفشل مسؤول علاقات العام الحكومي أو مدير التسويق الحكومي هو زملائه في العمل من عدة سنوات ظهر تغير اسم التسويق صار بمعنى لم يعد التسويق مسؤولية شخص واحد وإنما كل شخص موجود بالقطاع الحكومي هو مسؤول يعني لما يكون شخص مسؤول القطاع الحكومي عنده خبر بده يعمله لازم يوميا يكون فيه عنده أبديت لأحدث ما يحدث في الدائرة يكون عنده أحدث المعلومات المعلومات مثل الخبز لا يؤكل إلا وهو طازج إذا كان الخبز غير طازج ما حد يرضي يأكله لا تسيغه النفوس فصار مفروض على مسؤول التواصل الحكومي أن يكون لديه من الزملاء قنوات تواصل عامودية وفقية سريعة جدا حتى أنا أذكر من عدة سنوات ذكر بيل جيتس كتاب اسمه Knowledge at the Speed of Merve بهالمعنى أنه لو كنت أنت ماشي بقدمين حافيتين على منطقة على الحشيش تمام وأحد أصابع خدمات وقعت على زجاجة جارحة فإيش اللي بيصير أنه إصبعت الخدم بأجزاء من الثانية بتعطي تنبيه للدماغ أنه إحذر هناك خطر والدماغ بيعطيه خبر أنه إرفع رجلك لا تدوس عليها قال يجب أن يكون سرعة التواصل داخل مؤسساتنا وخدماتنا بهذه السرعة فظهر عنا هي كالتنظيمية قوية ظهر عنا أدلة إجراءات قوية ظهر عنا تنظيم أقوى وظهر عنا منظومات تميز حكومية صار عنا شبكة علاقات شبكة معارف وهذه شبكة العلاقات والمعارف هدف التغلب على التحديات تحديات التواصل الحكومي تحديات عدم الاستجابة السريعة من التحديات نحن ذكرناها مثلا أنه في كثير من أماكن الدوائر يكون ما في التنسيق وتعاون في مجال الاتصال داخليا أو بين المؤسسات الشقيقة أو عدم الاعتماد على وسائل الاتصال حديثة أو اهتمام فقط بتقديم معلومات تقطية إعلامية سطحية دون إتاحة منصات للحوار والتفاعل أو الافتقال للتكامل بين وسائل الاتصال المختلفة أو عدم التعاون مع وسائل الإعلام أو ضعف جودة النص الإعلاني وإثناء صياغته أو عدم وجود قنوات للاتصال المباشر مع الجمهور أو ضعف مهارات العاملين في الاتصال الحكومي هذه كلها صارت عملياً لما أدت منظومة تنموز الحكومي بدأت تعالج كل هذه الأمور فمنصلاً على سبيل المثال خيراً نحن صار من أهم الاحتياجات أنه صار توضع خطط محكمة تفيل تبلان إس تبلان تفيل صار تخصص الأوقات لأن الموضوع تسرع من غير تخطيق قد يؤدي إلى خسائر فادحة هيست ميكس ويست وفي العجل الندامي والعجل من الشيطان فإذا صار أي شيء مو معنى أنه فوراً سأطلع وسأتحدث وأيضاً صار داخل كل دائرة صيد المواهب هناك إنسان موهوب في صوته فنحوله إلى متحدث رسمي هناك إنسان موهوب في قلمه قلمه سيال يعرف العزف على الأوتار الإنسانية والمشاعر والأحاسيس ويعرف كيف يكتب فصلاً نصطاد من لديه هذه المواهب ونغذيها لأنه نحن سيكون معنا في موضوع أنه التواصل الحكومي الفعال وصار تصار في عنا أنه تبني اصص اتصال إدارة التغيير الاتصال هو نهج تغيير مستمر أنه أي شيء نحن سيكون معنا لازم يكون في تواصل مستمر وهذا كله يعطي أهمية كبيرة لما سأتحدث عنه وهو منظومات التميز الحكومي منظومات التميز الحكومي أحب نحن بلج منظومة التي نحن حاليا عنا هي هدي الانسانية والبشرية اللي هي جيم 2 أغلبينا نحن معرفها اللي هي جيفرمنت موديل جيم 2 البند الحادي عشر منه هو الاتصال الحكومي إذا دخلنا إلى هذا البند نجد نراه أنه مكون من أربع فئات من الترويج الحكومي والتواصل الاجتماعي والرسائل الإعلامية وإدارة الأزمات الإعلامية نحن الآن نمر عليهم أن هوليكوبتر فيو ما نفوت بالتفاصيل للتفاصيل بس نحن نسلط الضوء على أهمية هذه الأمور ما هو تعريف الاتصال الحكومي جاء في منظومة تميز جيم 2 تعمل الجهة الحكومية الرائدة على وضع خطط وضع سياسات اتصال مؤسسي فعال يعني إذا أنت أردت أن تكون متميز في اتصالك الحكومي لا تعمل بالردة الفعل لا تعمل من غير أن يكون عندك سياسات للاتصال الحكومي ما هو طيب الخطة إيش محتوى الخطة هو الترويج للبرامج الحكومية الترويج للمبادرات الحكومية يعني رب العالمين علمنا في سورة الكهف قال وكيف تتبعني على ما لم تحت به خبراء فمن التواصل أن تخبر الناس بما يجري معك فهذا التواصل بالتميز يجب أن يكون وفق خطة وفق سياسة ليس من هب ودب يتحدث وأيضا توظيف شبكات التواصل الاجتماعي وأيضا تطوير رسائل أعلامية قوية من حيث المتحدث ومن حيث المحتوى من حيث الزمان والمكان لدعم هذه الإستراتيجيات لدعم هذه التوجهات لدعم الأولويات الوطنية وتؤسس الجهة الحكومية الرائدة قنوات مفتوحة وفعالة للتواصل وتلقي الملاحظات لن تدع الموضوع لكل من هب ودب أن يدخل ويتحدث تلقي الملاحظات تحفيز الحوار والتفاعل الإيجابي مع كل فئات المجتمع تضم الاستجاب المؤسسية والفورية وقت الأزمات والتعامل الممنهج والسريع مع الرسال الإعلامية وإدارة أي نتائج سلبية محتملة فإذا نحن ناخد أول شيء الترويج الحكومي يقصد بالترويج الحكومي يعني تطوير وتنفيذ خطة ترويجية تدعم المبادرات والبرامج الحكومية في عنا خطة شغالين على أساسها في عنا حملات اتصال عنا مبتكرة مؤثرة تدعم الأولويات الوطنية توجهات استراتيجية تعزز من سمعة الدولة هذا أول شيء طب أنت إذا بدك تدقق على تميز في هذه الأمور إيش بتسأل تقول أول شيء لقد خلت لها عنكم وين السياسات هل أنتم عندكم سياسات الاتصال أروني هذه السياسات هل هذه السياسات تتضمن إجراءات الخطبة الأولى الخطبة الثانية هل يتم تطبيقها بشكل صحيح طب هل عندكم نماذج لأنه كل سياسة لا يمكن السياسة أن تكون سياسة إذا ما كان فيه إلى فورمز إذا ما كان فيه عنده نماذج إذا ما كان فيه عنده بروسس واضحة وهن تقييم مدى توافر النماذج وسهولة الوصول للنماذج إليها لأولئك الذين يقومون بتنفيذ الترويج الحكومي تقييم معدل الالتزام بالنماذج الموضوع مش موضوع عشوائي الموضوع مش موضوع مزاجي فكل مرحلة من مراحل الترويج إلى نماذجها وسنتكلم بعد قليل عن مراحل الترويج وستراتيجياتها لكل مرحلة إلى النموذج الخاصفية إلى التمبلة الخاصفية سنسأل على تقييم معدل التحسين في النماذج هذا النموذج كان عام 2020 ثم عام 2021 هل صار في ري انجينيرين للنماذج هل تم التحسين بهذه النماذج ولا بقينا عليها بطبعتها وحلتها القديمة هل تم تحويل إلى الابليكيشن فورم هل هناك ملاحظات من تعليقات الجمهور تفاعل الجمهور نحن ماشيين في طريق هل هناك طريق أفضل منه يعني نموذج معناها يعني رودماب نموذج يعني خطوات متتابعة متسلسلة كلها تحكمها نتائج والنتائج تم تقيمها على أساس أن نعود إلى هذه الخطوات مدى فعالية مدى تحققها للنتائج هل نجحت النماذج أمل لم تنجح النماذج هذا من موضوع الترويج الحكومي طب أيضا ترويج الحكومي يعني أنت أنت عم تعمل حملات الحملات إيش في رائح مستهدفي ما هي شرائحك المستهدفي هل عندك بيانات عندك أرقام عندك موبايلات عندك تليفانات عندك موقع على الإنترنت هل عندك بيانات كاملة قياس المدى اكتمال المعلومات في سجلات العملاء هل هي محدثة ولا غير محدثة معدل التحديث معدل الاستخدام لما أنت طرشت هذا النموذج وعملت هذا الإعلان وعملت هذا البوستر هل استخدمت نفس النماذج ولا غيرت فيها وكم ما هو معدل الاستخدام لقواعد البيانات معدل النجاح في التارغيتينغ في الاستهداف توافر البيانات عند الحاجة سياسات الأمان أنه أنت عم تتبع المجرز اللي هي بالتمكين الذكي اللي أنت ملتزم فيها أثناء توصلك معها حتى ما حد يدخل على الخط ويأخذ لك هذه البيانات أيضا موضوع نسبة دقة التصنيف هل تم تشريحها بشكل صحيح هل هي مطابقة للشريحة المستهدفة هل تم توظيف التكنولوجيا وتطبيقات الترويج المؤتمة هل تم قياس عملياتها أيضا تخصيص الموارد المالية هل تم تخصيص نسبة الفشل في المشاريع بسبب عدم وجود الموازنة المالية أو التأخير بسبب عدم وجود الدفع والله يتأخرنا في عملية الدفع أو نسبة تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد أنه كما ذكرنا الإعلام مثل الخبز الطازج لا يؤكل إلا وهو حار طالع من الفرن فقد يكون فورا إذا طلع أي رسالة فورا من الردة عليها بدنا موارد قياس الموظفين أيضا عن هذا الموضوع عن التواصل الداخلي والتواصل خارجي إذا عم نتكلم أيضا موضوع أنه عدد قنوات الإعلامية المستخدمة عدد المقابلات الإعلامية معدد الرد على الاستفسارات الإعلامية نسبة الحملات الإعلامية الناجحة هذه كلها نحن نتم دراستها في موضوع الترويج الحكومي تماذا عن التواصل الاجتماعي في التواصل الحكومي التواصل الاجتماعي تعريفه حسب موظمة جيمتو هي التواصل لأغراض الاتصال الحكومي يتضمن كافة الأنشطة الاتصالية على كل مواقع السوشال ميديا تويتر، إنستجرام، فيسبوك أينما تواجد المواطن أينما تواجد المستهدف أنا أتواجد هناك والتي تكون الجهات الحكومية طرفاً أساسياً فيها تشمل نشر أو إعادة نشر أو مشاركة محتوى نصي أو مرئي أو تفاعلي حول الموضوعات حين يتم تخصيص قناة أو قناتين لكل دائرة إلى سياسة وإلى خطة بس أهم شيء أن يكون موضوع التواصل الاجتماعي يؤخذ في الحسبان ويتم رصده ثم نأتي وندقق عليه يا أخي متى أنت وضعت إعلانات؟ هل تفاعل الجمهور معك؟ لماذا لم يتفاعل معك؟ هل موضوع ما فيه قصة؟ هل موضوع غير جذاب؟ هل وضعته بأوقات مختلفة؟ شو عملت حتى تعمل جهدك أن الناس تواصلوا إليك؟ فيمكن قياس والله ردة فعلك على السوشال ميديا من خلال عدد التعليقات إذا ما فيه تعليقات معنا فيه شيء خلال ما نستمر على ما نحن عليه المشاركة الإعجابات على منصات التواصل معدل التفاعل مع الرسائل عبر البريد الإلكتروني طب يا أخي هذا بدي أمكانيات وبيدي موظفين لا فيك تأتمتها في عنا تقنيات فيك أول تقنيات تطقيص عليها هذه الأمور جوجل أناليتكس فيسبوك إنسايت هوت سويت هاي هل سنتكلم عنها وأيضا دراسات الرضا والاستبيانات يعني بعبارة ثانية يا أحبابنا نحن عم نعمل دائما رصد إعلاني من أحد طلق رصد إعلاني ما بتكلف شيء هي جوجل ألارمز منحط فيها أسماء الشخصيات أسماء أماكن فلو أين ما ذكرت هذه الأسماء فورا نبعث لي إيميل مجرد ما بعث لك إيميل يكون حدا علقت عليه فورا من نروح نحن ونرد عليه صنعة الاستجابة لهذه الأمور فهذه كلا تهتم قياسة يتم البحث عنها طيب الأدوات اللي نحن فينا نستخدمها نحن ذكرنا جوجل أناليتكس جوجل أناليتكس هي عبارة عن يعني شكل الأشكال الذكاء الصناعي بأدمو جوجل لأي موقع انترنيت بيعرف مين زارك أيش الصفحات اللي شافة مصادر يعني هل أوه أتى من خلال الإنستغرام أم أتى من الفيسبوك أم أتى من تويتر لموقعك السلوكه على الموقع معدلات الارتداد كم مر كبس مر على إعلان على بوستر أو على كليك هير أو إقرأ المزيد وضغط عليها أو لم يضغط عليها ما هي الصفحات الأكثر زيادة زيارة فإذا كان عندك عدة أعلانات بتلاقي فيه إعلانات عليها تفاعل أعلانات ما عليها تفاعل على أساس أننا نحاول دائما إيش نطور فيها الفيسبوك إنصايس أيضا أداة تحليل بتشوف متابع معلوماتك حول جمهورك عمرهم ذكر أم أنثى موقعهم تفاعلهم أخصوصا عن الإنستغرام الهوت سويت هي عبارة عن إدارة أنت بضع فيها البوستر وقال لها بعت لها العشرين قناة إعلانية بعت لها للإكس بعت لها للإنستغرام بعت لها للفيسبوك بعت لها للتيك توك بعت لها للسناب شات تضعها في مكان أي بوستر أو فيديو وتحدد تاريخ البث وهو يقوم بيبث لألك ويبعث لك التخارير المخصصة من شاهدها كيف شاهدت المشاهدة من أي طريقة وبيعطيك مكان واحد بتجاوب فيه على كافة هذه القنوات فهل نحن إذا عم نساوي رسائل سوشال ميديا استخدمنا هذه التقنيات أيضا موضوع الاستجابة السريعة واحد علق قديش أخذ وقت بين التعليق وبين الاستجابة كفترة زمنية واحد سأل سؤال كم أخذ الوقت حتى ما ردينا على السؤال معدل الردود السريعة استفسارات الجمهور تقييم ردة الجمهور استطلاعات نزلنا استطلاعات استبيانات لقياس مدى ردة الجمهور عن جودة الاستجابة السريعة هذه كلها تعتبر the more we focus on excellence نحاول نتميز أكثر كل ما كان ثقة الآخرين فينا بشكل أكبر طيب إحنا عمليا ما هو نتكلمنا بدك تروش بدك تواصل ما هو بماذا ستتواصل بالرسالة الرسالة الإعلامية بحاجة لفنان في صياغته بيكاسو يعرف كيف يكتبها كيف يرسمها كيف يصيغها يحاطب كل شريحة مستهدفة بلغتها بإسلوبها بطريقتها هناك أيضا هناك من يتحدث باسم كل دائرة مش أي شخص يتحدث يمنع التحدث إلا من شخص واحد مدرب محترف لديه كريزمة إعلامية قوية يعرف ماذا يقول ومتى يقول ومتى يتوقف عن الحديث وما هو إسلوبه فهذا هل نحن عنا متحدثين رسميين طيب لو عندي متحدث رسمي وما زودنا بالحقائق والأرقام لو عنا متحدث رسمي ما زودنا بالقصص الحديثة صار عنا فوضى إعلامية حد بث أي سم والمتحدث ما تبليغه إيش اللي حيصير فينا لن نصل إلى التمييز فأيضا هناك إدارة الأزمات الإعلامية الأزمة هناك أزمات يعني هو عبارة عن حملة إعلانية غير مخطط لها يعني بعبارة ثانية كيف دفاع المدني بيعمل عملية طوارئ وبيعمل دائما أنه سيناريوهات وكل الناس بيتدربوا عليها يتم إجراء سيناريوهات للأزمات هل يمكن أن تقع أزمة في موضوع إعلامي وكيف سنستجيب له قد فلنفرض أنه ساعة ثلاثة فجرا نتقرروا يعملوا سيناريو تصلوا بالفريق الآن كنوا معنا في خبر ننزل نعمل عليه بث نصلحه نكتبه نصيغه نبثه فهذا الموضوع أنه نحن عن صلعة الإسجابة هل تم التدريب عليه التخطيط بحاجة لتخطيط بحاجة لأستعداد بحاجة لمعرفة ما هي الأزمات المحتملة وكيف بإمكان نعمل سيناريوهات لكل أزمة من هذه الأزمات الهدف أن نحن من تصاعد أي نبرة سلبية حول أي موضوع وأيضا أن نجيب على تساؤلات الجمهور في هذا الموضوع فهذا بحاجة أيضا الأزمات يكون في عنا أدلة سياسات وإجراءات موجودة عنا أيضا خطة محددة مؤشر زمن استجابة للأزمة فعالية السياسات والإجراءات في الرصول لحل هذه الأزمة فهذا ما جاء في منظومة تميز الحكومي جمتو وأيضا ذكر فيها يمكن للجهات الحكومية إضافة مبادئ أخرى غير هذه المبادئ الأربعة والنتائج تشمل النتائج والأثر في هذا المعيار على مقاييس ملائمة ترصد المخرجات الرئيسية وتعكس الكفاءة والفعالية وتميز الأداء وتساهم في تحقيص التنافسية ولها تأثير إيجابي على جودة الحياة على المستوى الوطني طيب عمليا نحن نفكر المرة تانية إيش الدحديات نحن كان في التواصل الحكومي هم بقى منشوف نحن عنا تميز عنا أربع أمور عنا تحديات من التحديات عدم التنسيق والتعاون في مجال الاتصال البديل إنشاء لجانة تنسيقية دورية فوكس جروب سبجك متر إكسبرت هذول الناس موجودين من كل قسم تجمع ممثلين كل أقصام لتعزيز التعاون فيما بينهم عشان ينسطوا ويتعاونوا إطلاق مبادرات مشتركة بين الأقصام أو المؤسسات تعال نحن نحدث كل موادنا الدعائية كل موادنا الإعلانية مع عام 2024 هنطلع نحن مباقة جديدة عدم الاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة إذا كان هذا عائق تعال نحن نحدث بنية تحتية للاتصال والتصويق لتضمن استخدام أحدث الوسائل تعال ندرب الموظفين عننا الأكفاء وليس الأكفاء في خطأ شائع بالغة الحرابية لغير الموضوع شوي نحن منقول الأكفاء الأكفاء جمع كفيف والكفيف هو الذي حرم نعمة البصر أما الأكفاء فهو جمع كفاء فتعال نحن ناخد موظفين الأكفاء ونعملهم دورات تدريبية اهتمام تقديم المعلومات فقط نعطي معلومات data مش information تعال نحن نعطي أمور تحليلية ونستخدم وسائل التواصل الاجتماعي نعمل تقارير تساعد المجتمع على أخذ الخيارات الأفضل نافتقر إلى التكامل بين وسائل الاتصال الحكومية تعال نعمل إنشاء نظام يربط بين هذه الأمور نعتمد على منصات يكون في عنا يعني تعاون بين بين كافة القطاعات عدم التعاون مع وسائل الإعلام تعال نحن نعمل شراكات من الحين مع وسائل الإعلام المحلية والدولية تعال نعمل نظم فعاليات مشتركة حتى نعزز هذا التعاون ضعف جودة محتوى الاتصال الحكومي البديل استخدام معايير دولية لضمان جودة المحتوى التسويقي تعاقد مع متخصصين في إنتاج هذا المحتوى من التحديات عدم وجود قنوات الاتصال مباشرة مع الجمهور تعال نشوف أين يوجد الجمهور كيف بإمكان نوصل هذه القنوات وكيف بإمكان أن نعززها تطوير هل بي حاجة لتطبيقات تطور التطبيقات أهم شيء أكثر شيء بعض من مهارات المعاملين في الاتصال الحكومي بدهم برامج تدريبية دائمة موضوع التدريب هو موضوع سقل مهارة تماما كما يلعب الجيدو والكاراتي لا يكفي أن يأخذ والله بطولة الجيدو والكاراتي ويتوقف لازم دائما نكون في عنده تدريب ولا تدريب ووركشوب ولا ووركشوب عشان يأخذ الأفضل الممارسات ويقرأ أحدث وأفضل وأسرع الكتب والتكامل أيضا من التحديات هو التكامل التقني وهنا يصح باستخدام منصات متكاملة مثل ما نحن هوت سويت بتخليك من موقع واحد تتعامل مع عدة برامج تطبيقية وعدم وجود موظفين متخصصين مثل ما أن دربهم عاقد مع استشاريين بارتايم مشاركة الجمهور شوف أين يتواجدوا كيف يمكن أن يزودهم إدارة الأزمات لا تستنظر الأزمة البديل لهذا التحدي ضع خطة استباقية درب فريقك عليها أنشئ فريق خاص لإدارة الأزمات أيضا من التحديات هو تقييم الأداء البديل استخدام أدوات هي بتقييم لك ردات الفعل هي بتقييم لك الزيارات هي تقييم لك الرسائل الموجودة هي بتعطيك تقارير دائما فورية لحظية التواصل البنية الداخلي إذا كان هذا التحدي قم بتطبيق نظم تواصل داخلية لمثل نظم إدارة المعرفة الجماعات دورية بين الأخصام حتى دائما نعمل أبديت لمعلوماتنا ما يكون في حد عايش في عالم مش عارف توافق إسراتيجيات عدة دوائر أو عدة أقصام نعدوا مع بعض ووحدوا الإسراتيجيات فهموا على بعضكم البعض حتى تكون فيها توافقية فهذا الشيء نحن عم نتكلم عليه وهذا الشيء الحمد لله تم تأسيسه مع منظومة تميز الحكومي نحن دائما في عملية تطور مستمر فتم تأسيس مثلا مكتب الاتصال لحكومة الإمارات حيث اعتماد مجلس الوزراء قرار بتأسيس مكتب الاتصال لحكومة الإمارات يتبع الأمان العامل لمجلس الوزراء يقوم بدور محوري تعزيز قنوات الاتصال بين الجهات الاتحادية بناء نظام متكامل الاتصال الداخلي والقارجي في الحكومة الاتحادية يواكب الطورات العالمية على مستوى مثلا مجلس دبي للإعلام أطلق الدورة الأولى من فترة من البرنامج دبي 500 لتضيب 500 من الموظفي الاتصال الحكومي في القطاع الحكومي وشبه الحكومي إيش يعني شبه الحكومي؟ يعني الشركات التي يعني الشركات الخاصة التابعة للحكومة والذي أطلقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام يتولى تنفيذه المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع عدد نجهات والمؤسسات الإعلامية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية أيضاً لدينا من المبادرات منصة التواصل الإستراتيجي أطلقت في أبريل 2023 خامة سمو الشيخ حمد محمد بن داتشين منصة ذكية للتواصل اللحظي اللحظي يعني لضعم صناعة القرار الإستراتيجي في حكومة دبي وضمن مختلف القطاعات منصة لقمية جديدة متخصصة بالتواصل الإستراتيجي الفوري بين القيادات الحكومية وضمن مختلف القطاعات الحكومية فنحن الحمد لله نمشي على خطة قوية ونحن نمشي باتجاه يعني نعزز في هذا نحن هدفنا بهذا الموضوع أن نصلت الضوء على هذه الإنجازات وأن نصلت الضوء على الاتصال الحكومي واسمحوا لي أيضاً أن أدخل أنا إلى موضوع آخر يعني نطلع شوي وننظر نظرة أخرى من منظور مختلف كان في أحد الأشخاص يعني كان فيه شيء يشتهر في الإدارة بشكل عام اسمه تحليل أصحاب المصالح وإذا كان شركة مكنزي كان من أحد كتب اللي أنا استوقفتني كتاب مكنزي انجيجمينت وصلوا لنتيجة أثناء تطوير حل المشكلات أن المشكلات أغلبية تتقع بسبب قلة التواصل أو فشل التواصل أو معلومات ضبابية فوضعوا قواعد والقاعد الأولى رول نمبر ون هو أنه أيهما أفضل under communication أم over communication عملوا مقارنة أيهما أفضل أن يكون التواصل زيادة عن حده يعني كلما أبدأ أعمل إيميل أعمل سيسي لفولان وسيسي لفولان وسيسي لفولان وسيسي لفولان أيهما أفضل أو أني أنا ما أعمل لهم سيسي ال over communication أفضل بكثير من الأضرار الهائلة الناتجة على under communication نعم يمكن تبعث رسيل الإيميل عدة مرات يمكن يصول الإيميلات ليست أنا في يصول بعلاقة ولكن خليني على الطلاع حتى يعتبر من أكبر المراجع في التخطيط الستراتيجي اللي هو نظام استراتيجي ميندلو مخطط ميندلو اللي هو ميندلو stakeholder mapping بيقول لك أنت عمليا في أي مجال في أي مشروع كان لك تنظر لمن حولك المشروع كل الناس الموجودين لهم ثلاث صفات أما أن يكون اهتمام عالي جدا بما تقوم به أو اهتمام خفيف جدا وإما أن يكون لديهم سلطة عالية أو لديهم سلطة قليلة فإذا كان الاهتمام كبير وسلطة عالية لازم تتشاور معهم ويجب أن تشاركهم بالمعلومات أقلها وكثيرها طيب إذا كان سلطة ضعيفة واهتمام يعني عالي يجب أيضا أن تخبرهم keep them informed حافظ على ثقتهم حافظ عرضاهم إذا كان سلطة عالية واهتمام كبير يجب إطلاعهم على مجريات العمل حتى لو كان اهتمام طليل إذا ناس لا عندهم اهتمام ولا عندهم سلطة قد يكونوا موظفين صغيرين قد يكونوا الجوار بيقلك مع هذا الشيء يجب أن تجب وإطلاعهم يعني بعبارة ثانية إذا كنت أنت قائد قوي إذا كنت أنت مدير فعال إذا كنت تكون قائد اتصال فعال إذا كنت تكون أنت تعرف من هم أصحاب المصالح وتتأكد أنه كل ياتهم على نفس المعلومات لأنك إذا تركت أي ثغرة تركت أي فراغ فالفراغ اللي حيسده إنما النجوة من الشيطان أول شي حيسده الشيطان سيعطيه الإنسان أفكار مضللة يعني إذا أنت ما خبرت للموظفين أن الإدارة تسعى لتطويرهم وهي تسعى لتطويرهم فمعناها أنه الشيطان هيقوله الإدارة لا تسعى إلى تطويركم وإدارة ما بتحبكم لا تدع أي مجال للشيطان أنه يوسوس للعالم لا تدع أي مجال لأي شيطان من الإنس أو الجن أن يضع رسائل مسمومة يوسوس للعالم عندك معلومات سيغة بشكل قوي وبعث للأسخاص الموجودين خليك دائما أنت قوي في موضوع تواصل مع كل الجهات الموجودين مع من التواصل أنا أحكي تعالوا نشوف أنت في قطاع الحكومة مع ما أنت تواصل الحكومات في عنا تواصل اللي هو جي تو بي جيفرمنت مع البزنس عنا تواصل أيضا جيفرمنت مع الموظفين الحكومة عنا تواصل بين الحكومة والستيزنز المقيمين والمواطنين عنا تواصل الحكومة فيما بين البعض وعن الحكومية عنا تواصل بين الحكومة وسائل الإعلام عنا تواصل بين الحكومة وقادة الرأي والخبراء والمشاهير في المجتمع عنا تواصل بين الحكومة والمنظمة الغير الحكومية عنا تواصل من خلال منصات وسائل الإعلام مع وسائل الإعلام العالمية مع الشركات العلاقات العامة فكلها تهيصار في عنا نحن نضع لها منظومة تميز الحكومي وكيف ذا بإنفورم عرفهم بجديدك عرفهم بحديثك بيتالي أنت سديت الطريق على أي شخص بده يسمم الأفكار أنه يسمم الأفكار تذكر يا أخي أن الشجرة المثمرة ترمى بالحجار ومن كان يريد أن يكون في الرقم واحد هناك ناس أعداء النجاح أعداء النمو فلا ندع لهم أي مجال أنه يصلوا إلينا ما هي استراتيجيات أنا سامحوني عم يمشي بسرعة من أجل بس وقتكم الثمين فعم ما أعطي هو الموضوع نحن الدورات نعطيها بعدة أيام بس عم نعطيها نحن على أهم المبادئ إذا ما كان عندكم أي إزعاج وآخر شيء بناخد أي أسئلتكم إن شاء الله تعالى طيب ما هي حين تحدثنا إذن على تحولات التسويق الرقمي وتأثيرها حديثة وتحدثنا على معايير منظومة التمييز الحكومي وتحدثنا على تحليل المصالح ما هي الإستراتيجيات المستخدمة في التسويق الرقمي والتسويق الحكومي الأول شيء عندك الإستراتيجيات الإستراتيجيات يعني أنت عم تخطط بشكل عام أول شيء لو أنت موظف حكومي عندك أول مهمة أول إستراتيجية اللي لازم يكون فيك إلى أدوات تنفيذ إلا نماذج وإلا خطة اللي هي يساعدهم على أن يتعرفوا عليك اللي هي الأويرنس كرييتينج أويرنس على منتجاتك على خدماتك على كيف تقدم على أماكنك على مواقعك فأنت عندك ما هي الأدوات قد يكون ويب سايت ما هي الأدوات قد يكون بوسترات قد يكون ويبنرات قد يكون تروح لجمعيات تتكلم دائما على ما هي الخدمات التي أنت تقدمها طب الناس اللي يتعرفوا عليك إيش 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 الستراتيجية التالية إنه يكتشفوك بدك تحفزهم يدخلوا لموقعك نزل قانون جديد تعرفتهم إنه نزل قانون جديد مثلاً في هذا الصياق قلهم قم بتحميل هذا القانون من الموقع وشوف تم واحد استجاب ضع جائزة لمن يحمل هذا الموضوع سنعطيه خمسين نصيحة في كذا لا أي طريقة إنك أنت تحفزهم عشان يأتوا إليك ويستكشفوا المزيد بعد ما يستكشفوا المزيد بعت لهم رسالة تفاعل هل أنت هذا الموضوع هل أنت من المشجعين هل ستبادر هل ستجلس حاول تأخذ منهم فيدباك تغلية راجعة بأدوات تعزز هذا الموضوع مجرد ما صار التفاعل أنت حولت الناس السلبيين جداً الذين ليس لديهم أي معرفة إلى ناس الزو معرفة والناس الزو معرفة ناس أثرت فضولاً للاستكشاف والذي استكشفوا تفاعلوا والذي تفاعلوا تعاملوا والذي تعاملوا ارتبطوا والذي ارتبطوا صاروا هم محاملة فاعلة إليك هل ستعتبر استراتيجيات كل واحدة إلى أدوات كل واحدة إلى جدول زمني كل واحدة إلى مخطط عمل هل ستعتبر ماركتينج فنل طبعاً أنا هالمعلومات أنا منين جايبها في حدث في أحدث المراجع فأعطيكم مثلاً مثل هذه الاستراتيجيات وما شاء الله الكتب يومياً تزاد ومن أجمل الكتب الذي وجدتها مثلاً في مكتبة القنديل العلامة الإماراتي الوسائل والسماعات العامية والمستحفات الرقمية للدكتور عباس مصطفى صادق والكثير من المراجع الأخرى اللي الحمد لله تزخر مكتبتنا بها فهذه من الاستراتيجيات الموجودة أيضاً يعني بعبارة ثانية أنت الهدف الرئيسي من التسويق أيضاً عبارة عن تحسين تجربة العملاء تقديم خدمة عالة الجودة تسعى في تحقيق رؤية الدقرة اللي أنت عم تعمل فيها تركيز على الخدمة المتميزة للعملاء تعزيز تجربة فريدة من خلال أنه تعزز معرفتهم وإكتشافهم والإنجاجمنت والتاكينج أكشن والريليشنشيب والأدبوكاسي طيب الآن نحن بقي معنا بضقائق هل نتكلم بعد النقاط الأخرى كيف نصيغ رسائل حكومية فعالة؟ نحن عملياً سيكون في عنا دائماً حملات إعلانية لن نقوم بشرح الحملة الإعلانية بشكل عام الماركتين كامبين حكومي له 13 فئة 13 بند يبدأ بتحديد الغرض والوضع الراهن الأهداف الجمهور المستهدف لكل حملة رسائل مراد إيصالة أدوات اللي حتوصل فيها الرسائل التواريخ والأوقات والجدول الزمني وآلية التنفيذ والموازنة وسيناريوهات الإطلاق وإدارة المخاطر ومؤشرات التقييم ونقاط التمييز لكل حملة من هذه المواضيع نحن في عنا موضوع الأهداف وعنا الرسائل حملة كل حملة إلى هدف مختلف عن الآخر قد يكون عندك أهداف معرفية بدك توعيهم بقانون جديد زودهم بمعلومات حديثة صحيح معلومة خاطئة وصرهم بفرصة متاحة أو قد يكون تعديل اتجاه إيجابي محايد أو سلبي أو توجيه سلوك أن نقوم بالمشاركة أو بالتسجيل أو بالحجز أو بالاتصال فبعد ما نحدد الهدف نحاول ننصيغ الرسالة أثناء صياغة الرسالة وهي يعني نعطي عليها ورشاد عمل ما هو محتوى الرسالة هل أنت عم تعطي معلومات توعوية أم فيها طلب وحذ أم منع وتحذير ما هي نبرة الرسالة عاطفة الرسالة هل هي الرسالة عاطفية أم عقلية أم تخويفية أم مقارنة ما هي أشكال الرسالة هل هي إعلامية خبر مقال تحقيق تقرير صورة كاريكاتير إنفوغرافيكس هل هي إعلانية إعلان صحفي إعلان إذاعي إعلان تلفاز إعلان طرقي إعلان في المولاد إعلان في المطارات هل هي علاقات عامة بوستر مطوية اجتماع محاضرة ندوة ورشة عمل مؤتمر فأنت بدك تحدد بالرسالة هذه الأمور اللي هي نحن عن شو عم نتكلم محتوى الرسالة توعية ومعلومات طلب وحث منع وتحذير عاطفية عقلية طب عطينا مثال عليها مثال عليها ناخد نحن مثال فلنفرض إلو علاقة فلنفرض أن هناك مشروع عقاري حكومي يسمى حي النسيم يهدف إلى توفيض فرص تكنية ويسرى للأسر الشابة في مدينة معينة محتوى الرسالة إذا كان توعوية تعلم مثلا دائلة الأراضي عن تفاصيل المشروع الجديد بما في ذلك الموقع والخدمات المتاحة الأسعار كيفية التقديم للحصول على وحدة سكنية إذا كان طلب وحث تحث الدائرة الأسر الشابة على التقديم للحصول على وحدة سكنية إذا كان منع وتحذير تحذر من التعاون مع وكلاء غير مرخصين يدعون بأنهم يخدمون وحدات في حي النسيم إذا كان نبرة الرسالة إذا كان العاطفية تتحدث عن تكريم الدائرة للأسر الشابة رغبتها في توفير أماكن سكنية آمنة إذا كان عقلية ترسلهم بيانات إحصائيات أرقام حول المشروع عدد الوحدات المتاحة مساحة المشروع الخدمات المجاورة إذا كان تخوفية تخوفهم تحذرهم من الوسطاء الغير المعتمدين فأشكال الرسائل قد يكون رسائل إعلامية قد تكون إعلانية قد تكون رسائل علاقات عامية ما نحن نتبحر كثير نحن بس نحن بشكل عام يا أحبابنا تعتبر هذه تعتبر من أهم الأمور ما هي الأدوات أننا بستبعث فيها هالرسائل عنا مئات الأدوات عنا يعني حضرت أن هنا أكثر من سبعين أدات بيانات حملات نشرات مؤتمرات حداث مجتمعية إعلانات إذاعية تلفزيونية مطبوعية تطورات تدريبية أدوات تسويق عبر الألعاب الإعلان في الأماكن العامية مواقع محلية بجلات على السيارات البريد منشورات ترويج متنقل عروض مباشرة كتيبات عنا كثير من الأدوات نحن لا نستخدم الأدات نحن نستخدم الغاية هل تصني هذه الأدات إلى ما أصبوا إليه فيتم أخذ الأدات على حسب الشريحة المستهدفة يتم انتقاء الأدات على حسب الرسالة التي تحملها والمعنى والنبرة والوقت والتوقيت على أساس أننا نحن مشينا بهذا الموضوع طيب نحن يبقى من سيقوم على هذا العمل أدوار المتعددة بالشكل العام في يكون عندك فريق الإستراتيجيات فريق الأبحاث السوق فريق إبداعي فريق إنتاج فريق تنفيذي فريق المراقبة والتقارير وفريق التقييم يمكن أن ندمج فريقين بفريق واحد هذا أسمه فريق إدارة المشروع الإعلامي يعني بعبارتين إذا عندك إدارة الحملة فريق إدارة المشروع يشرف على العملية بأكملها الفريق البحث بيعمل أبحاث السوقية تحليل الجمهور تقديم المتقلات فريق الستراتيجية بيحدد الرسائل الرئيسية والتكتيكات والقنوات فريق الإبداعي بيطور المفاهيم الإبداعية الصياغة الكتابة التطوير الإنتاج بيطورها على حسب ما تم تصميمه وتكون هناك التنفيذ بنفسها ويتم الرقابة عليها مؤشرات الرقابة ويتم تقييمه وصار حديثة من الترينس الموجودة ظهرت مسميات وظيفية داخل القطاعات في الإعلام الحكومي صار عندنا شيء اسمه مدير التواصل الاجتماعي أو مدير حساب الفيسبوك مدير أو الميتا مدير الإكس مدير الإنستغرام مدير التيك توك صار لكل قناة قد يكون على حسب المركزية سنتراليزيشن أو ديسنتراليزيشن صانع محتوى رقمي مؤلف إعلانات محرر باحث كلمات مدير تحليلات مدير الاستماع للنبض المجتمع اللي هو الرصد الإعلاني مصمم رقمي محرر فيديو في صار عندنا أكثر من 36 مصمم تجربة المستخدم مطورة شات بوكس صار عندنا أكثر من 36 مسمى وظيفة وآخر شيء من الأمور الهامة أيضاً هي موضوع إدارة الأزمات وإدارة الأزمات يجب كما ذكرنا أن نحدد مسبقاً الأدوار والمسؤوليات نحدد الخطوات والإجراءات نحدد قائمة التواصل أثناء وقوع الأزمة نحدد قنوات الاتصال أثناء وقوع الأزمة الجدول الزمني الرسائل المحتملة قنوات الاتصال عمليات التحديث والتقييم لأننا نعرجنا على كل المواضيع التي نحن تحدثنا وعدنا أن يتحدث عنها في هذا اللقاء هنا أنا عندي بس نقطة أساسية رئيس الحرب في التواصل الحكومي هو السرد القصصي لأنه أي شيء أنت عم توصل معنا والسرد القصصي هو بيعطي المعنى المنطقي مع المشاعر مع الأحاسيس والإنسان كتلة مشاعر وكتلة أحاسيس من أجل هذا أفردنا له الخميس القادم كيف بإمكانه توظيف السرد القصصي في التواصل الحكومي وإن شاء الله ستكون أمل الشيقة جدا والآن نفتح المجال للمداخلات وشكرا على صبركم الكريم وأستاذنا الغالي دكتور ناصر تفضلوا سيدي جزاكم الله خيرا شرفتونا بوجودكم معنا أوفر تيو سير الله يطول في عمرك سعدتم بالخير إن شاء الله مساء النور شكرا شكرا أل شكر دكتور صبحي على وقتك الثمين والأخوة الزمراء كلهم على الحضور التواجد إن شاء الله وكفيت ووفيت إن شاء الله يطول في عمرك زاك الله خير مادة غنية وثرية والمعلومات أنا يمكن إن شاء الله أساساً أني أيضاً ما أأخذ حق الآخرين يمكن نقطتين أو ثلاثة على عجالة إن شاء الله بإذن الله لفت انتباهي يا دكتور صبحي في الشريحة أربعة وسبعين أربعة وسبعين جداً مسرور صراحةً بسرعة جت عيني عليها اللي هي الوظائف المستقبلية الجاية في هذا العالم اليوم اللي نحن نعيش فيه عالم بذوق اللي يتجاوب وينسجم مع التسويق الرقمي والعالم الرقمي اللي نحن نعيش فيه جميل جداً سنقول المسمى الوظيفي اللي وجدته مدير العلاقات العامة الرقمية مدير العلاقات العامة الرقمية أنا كنت أخشى أن أجد مسمى مدير العلاقات العامة وكنت بالومك لو حطيته لكن لها الحمد إنه ما شفته ليه؟ لأنه للأسف الشديد ويعني معلش أفتح معاكم ولكن أعتقد يعني أسفي اليوم أننا ما زلنا نشاهد ما زلنا نرى في عالمنا يمكن عالمنا العربي موجود اليوم هناك ما زلنا أو ما زال مسمى مدير العلاقات العامة متواجد أنا أعتقد أنه لازم نرتقي مثل ما تفضلت يعني قولاً واحداً المادة اللي قدمتها حضرتك نحن مفروض ما يكون عندنا مدير العلاقات العامة بالمفهوم التقليدي اللي موجود اليوم أو في الزمن أو خلو نقول المدة الماضية ولكن لازم ننتقل إلى فعلاً ما يوازي وينسجم مع عالمنا اليوم عالم الفوك المتسارع الديناميكي نحن اليوم أستاذ صبحي نحتاج إلى جراحة تسويقية اليوم نحتاج فعلاً إلى جراحة تسويقية الكل اليوم يحتاج تسويق الجمعيات الخيرية تحتاج تسويق أساس تجمع التبرعات اليوم الشركات تحتاج إلى ترويج وإعلانات زيادة المبيعات اليوم الدول والقطاع الحكومي وهذا هو يعني خلو نقول مسقط المادة التوعوية اليوم التي تعطينا إياها وتقدمنا إياها كيف الدول والقطاع الحكومي يروج عن نفسه اليوم إدارة السمعة تسويق الإعجاب تسويق التأثير تسويق الثقة يعني أنا جداً مسرورة أن كنت تطرق لهذه الأشياء في المادة اليوم الله يطولي في عمرك وبختم بهذه النقطة هستاذ صبحي اليوم أنا أجزم طالع عمرك أننا نحن في موضوع التسويق الرقمي موضوع إدارة الهوية دعنا نقول الوطنية الهوية الدولية من منظور العلاقات اليوم منظور الاتصال اليوم الحكومي في شريحتك 51 ذكرت أنواع التواصل تواصل الدول أيضاً مطلوب تواصل الهوية الرقمية مطلوب بين الدول والحكومات والمنظمات مطلوب أنت تريد تروج عن سمعتك تريد تروج عن إنجازاتك بالتالي تحتاج إلى نوع مختلف من الإدارة إدارة الذكاء الذكاء العاطفي والذكاء القيابي والذكاء الاجتماعي والذكاء الدبلوماسي وذكاء الإقناع وكل أنواع الذكاءات أنت تحتاجها لسهد صبحي في عملية التسويق أختم بهذا الشيء الله يطموني في عمرك وإزاك الله خير وكثر الله من أمثالك الله أزيكم الخير يا رب أستاذنا الغالي صدقت فيدي تماماً أصبتم كبد الحقيقة هي الذكاءات هي مواهب يعطى الإعلام لأصحاب الموكمة أصحاب الذكاء العالي في صياغة الموضوع الذي يمس المشاعر والأحاسيس وهذا بحاجة لتدريب متواصل دائماً ومكتبه طوية جزاكم الله كل خير أيضاً موجود في عنا أستاذ جابر الرواعي ظهر عندي أنه رافع إيده تفضلوا سيدي الغالي يا مرحبا أستاذ محمد شكراً لك على هذه المحاضرة القيمة وأشكر أخوي بعيد دكتور ناصر بحامد على مداخلتها الطيبة وأشكر جمعية الصراحة الإمارات على تنظيم مثل هذه الأشياء والمحاضرات القيمة لنا جميعاً دكتور محمد أنا لفت نظري الصراحة أنه هو الاستاذ عن أهم تحديات الاتصال الحكومي ففعلاً يعني أنت أصبت يعني مثل ما يقال كبد الحقيقة فيعني أنا ذاكرها عندي أو مسجلها عندي هو عدم التنسيق والتعاون في مجال الاتصال داخلياً أو بين المؤسسات عدم الاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة الاهتمام فقط بتقديم المعلومات والتغطية الإعلامية دون إتاحة منصات الحوار والتفاعل إلى آخر ما جاء في السلايب يعني من ضعف جودة محتوى الاتصال عدم وجود قنوات الاتصال مباشر مع الجمهور ضعف مهارات العاملين في الاقتصال الحكومي طبعاً فعلاً هذه الأشياء نحن نحتاج أن نضع لها حدول جغرية وأنا أشكر صراحة بعد يعني أن أنت أشرت في سلايبك إلى منصة التواصل استراتيجي اللي وضعه في عام أبرل اللي في أبرل 2023 سموه الشيخ حمدان بن محمد يعني قام بتجشين هاي المنصة الذكية للتواصل اللحظي نعم نعم سيدي يورقون ميوت سيدنا الغالي ممكن صار في خلال فني سيد جابر طبعاً بالنسبة حق الاتصال الحكومي يأتي عفاً مرة ثانية خطي على الصوت ما أدري لماذا ظهرنا أوتوماتيك فسأنا حبيت يعني أقول أن أنت أشرت على نقاط جداً مهمة صراحة ويريت نحن نحصل بعد كذلك على تسجيل يعني حق هذه المحاضرة علشان نستفيد منها في المرات القادمة وشكراً لك مرة ثانية أستاذ محمد يعطيك العافية الله أحفظكم وديكم شكراً جزيلاً أستاذنا الغالي على ما شاء الله يعني أنتوا استقر أنتم دائماً تتحفون برقة الجواهر وقعادت يعني بثة مرة ثانية إزاكم الله كل كاريارو في عنا الأستاذة نزيهة سعدتنا الفاضي للقامة الكبيرة سلام عليكم الله يعطيك العافية أهلين أهلين أستاذ محمد أول شي بشكرك بشكر الجمعية على هذه المحاضرة التي نحن جميعاً بحاجة لكل حرف من حروفها وليس فقط إلى محتواها سؤال على السريع حتى ما أخذ من وقت غيري بعد إذنك أنا صار لي هون سيناء في الإمارات لفت نظري النقطة هامة جداً وهي من ضمن المعايير اللي حضرتك ذكرتها أنه طريقة الاتصال الحكومي مع السيتزنز مع المواطنين الآن يمكن أنا يمكن أنا عم بتتبع يعني يمكن أو ما عم بعرف كيف هذا التواصل مع هذه الجهات الحكومية يعني ستة شهر الأولى بكاملها وأنا أتنقل من هيئة إلى أخرى يمكن الأشخاص اللي أنا يمكن قابلتهم ما كان ما كنت موفقة بإني مثلاً يمكن السكرتيرا أو السكرتير أو شيء المهم كان يطلب مني العودة وأرسال إيميلات طبعاً نوريسبونس أبداً يعني فلو سمحت بس توجهنا أو توضح لي هيك على عجالة إذا فيه مجال كيف الاتصال الصحيح هذا مزالوا أنه هذا شيء أساسي من ضمن المعايير والأنظمة اللي تهتم فيها منهاج الاتصال الجيئي بالقوفرمنت يعني لو سمحت والله يا سيدي أنت فرحتي موضوع هام جداً للغاية عملياً أنا عندي بعض المعلومات وبحاجة منك معلومات أخرى لأنه نحن بتختلف من جهة إلى أخرى ومن آلية إلى أخرى فإذا حبيت أو لاحقاً متواصل مع بعض وأي شيء عندي أنا سيكون إن شاء الله في خدمتكم شكراً 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 كثير ساد محمد أشكرك أشكرك جداً جداً شكراً شكراً حضرتكم الله يعطيك العافية شكراً الله يعطيك العافية شكراً سادنا ساد محمد حياكم الله في البداية دكتور يعطيك الصحة ويعطيك ألف عافية مدرسنا ومعلمنا لدورة المدرب الداخلي أوجه لك أكبر تحية بأمانة كذلك أوجه تحية لأختي الهام موضوع شيق وموضوع مهم جداً في عملية التواصل وهي ممكن تندرج اليوم أنا أقول من ضمن اللي هي القوة الناعمة كيف يتمل التواصل وتأثير على المجتمع بشكل عام إذا كانت داخل أو خارج فهي سؤال سريع دكتور كذلك أوجه تهيي المعلمين والدكاتر الموجودين وشاركوا معنا في هذه النعامات لكن عندي سؤال دكتور كيف اليوم يتم تغيير فهم بعض المؤسسات للترويج عن خدماته وكانت مؤسسات أو العاملين أو الأفراد موجودين في هذه المؤسسات نعم نحن نشوف اليوم كثير من المؤسسات الحكومية يعني قطعة شوط كبير من ناحية الترويج من ناحية الشراكات الاستراتيجية وغيرا لكن يعني ممكن نحتاج شوية إلى إلى فهم أكثر بعملية الترويج على الخدمات الموجودة وشكرا الله يزيكم أخيدي ورب يعني استاذنا قال استاذ المأمايد أنتم ماشاء الله خامي كبيري في العلم والمعرفة وكان لنا الشرف الكبير أن نكون في خدمتكم في المدرب الداخلي المعتمد وأنتم ماشاء الله يعني استاذنا في كثير من المواضيع سيدي ما تفضلتم به يدخل تحت إدارة إدارة التغيير وإدارة التغيير هي عبارة عن محفزات هي عبارة عن منظومة تميز هي عبارة عن متابعة الإنسان لا يتغير بين ليلتين وضوحها فتغيير الماينسيت وتغيير طريقة التفكير أنا أجد من أحد الطرق اللي هي موضوع التدريب والتدريب 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 أنه كل ما نحن عم نحاول نحن نعطي معلومات نعطي نحن معلومة بسيطة يتم تطبيقة ثم بسيطة ثم يتم تطبيقة هذا بتخلي الإنسان يوصل لإستيعاب آخر في نقطة هامة نحن دائما نسميها جوهاري ويندوز جوهاري ويندوز اللي هي نافذة جوهاري اللي هي شخصين اسمه جو شخص اسمه هاري ولكن الإنسان إذا بده ينظر لنفسه ينظر أنه أنا ما أراه عن نفسي وما يعرفه الآخرين عني فهناك أمور أنا بعرفه عن نفسي والناس بيعرفوه عني وهناك أمور أنا بيعرفوه الناس عني بس أنا ما بعرفها عن نفسي هاي اسمها فقد تكون في بعض الدوائر هناك موضوع تواصل ليثا على المستوى المطلوب فهنا بحاجة أن نوعيهم بوبنارات، بلقاءات، بزيارات ونحثهم على الدخول في سباق التمييز لأنه كما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في سباق التمييز لا يوجد خط نهاي ومن النفس الوقت we don't know what we don't know يمكن يكون من وراها هذا سيكون يفتح عليهم من الخير الكثير فنعمل نحن أيضا سواء الاناليسيس ما هي الـ فنحن عمليا هو عبارة عن التشجيع، عبارة عن التحفيز عبارة عن تواصل، هذا ما أراه الآن حاليا وأيضا الموضوع أيضا يعني بحاجة العصف ذهني، يعني الموضوع إذا منحدث فيه ما هي الشريحة، ما هي الجهة ونحاول نعمل فيما بيننا حتى نعمل أفضل طريقة للوصول والتشجيع لهذا الهداف جزاكم الله كل خير إن شاء الله يكونوا فوقوا بالإيجابة يعني أستاذ مروان حياكم الله أستاذ مروان، مهندس مروان الغالي جزاكم، وفي البداية حبيت أمسي على جميع الحضور وحبيت أشكر محمد صبحي على الوجبة الدسمة وأقدر أسميه الفيلم الثقافي اللي مليء بالأكشن والأحداث والمعلومات الشيقة جدا جدا صراحة اشتقنا لهذا الحضور والأداء والتلون الصوتي ويعني أبدعت فأمتعت، فشكرا لك وصراحة يعني الأحداث والصفحات كانت متتالية وسريعة سؤالي لك أنت أنا شفت سلايد يمكن عجبني اللي هو مندلو ستيكهولدر مابين وكمدير مثلا نقدر نقوله المدل منجمنت يعني كيف أنت بإمكانك تستخدم المندلو اللي هو الستيكهولدر مابين لأنه لاحظت أنه في جميع الحالات سواء كان الاهتمام والسلطة عالية أو منخفضة يجب أن تكون دائماً على تواصل وممكن يعني أنا عرفت أن الوقت يمكن أو مريت عليه مرور سريع بس لو تعطينا ممكن دقائق معلومات يمكن أكثر سيكون مفيد جداً سؤال هام جداً وسؤال من أجمل أسئلة الله يزيكم من خير عليه سادنا الغالي هي عملياً المدير فأول شيء نحن نقوم به نعمل نقوم بتحديد أي شخص تربطه معنا علاقة سواء كان بعيدة أو قريبة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان جارنا سواء كان بالمنطقة تبعنا أي شيء سمع بعنواننا أو سمع بإدارتنا أو سمع بشركتنا مؤسستنا بدنا نحاول أي شخص على أطلافنا نضع اسمه في قائمة بيانات ونقسمها إلى شرائح هناك أشخاص بعدين نشوف هل هذا الإنسان اللي نحن نقوم به هل سيؤثر عليه أم لا يؤثر عليه إذا بيؤثر عليه منعته سيهتم فينا إذا ما بيؤثر عليه بيكون اهتمامه أقل فقد نجد بعض الجهات قد تكون جهات رسمية انخذنا مننا نحن الموافقات اخذنا مننا التصريح أثرها بدنا نحدد نوع العلاقة نوع العلاقة هم بدون يتأكدوا أننا نسير ضمن الإطار القانوني للتصريح اللي يمنحونا إياه فهنا يجب أن نظهر يكون عنا ترانسبيرنسي كاملة أن نحن نمشي وننضبط بالقانون تماما حيث ما يطلبون مننا بالويبسايت يكون واضحة نحن هذا اختصاصنا هذا عملنا وأيضا من خلال تواصلنا وزياراتنا معهم عنا موظفين هذول الموظفين يجب أن يكون لديهم نيوزلتر مثلا لاي الأداتية نيوزلتر دائما نخبرهم إيش هو جديدنا عنا فلنفرض أن الموردين فبعبارة ثانية هي عبارة عن عملية تخطيط يتم وضع أصحاب المصالح ونظر هل لديهم هل لديهم لديهم اهتمام عالي ولديهم سلطة عالية أم لديهم اهتمام قليل وسلطة عالية أم اهتمام كبير وسلطة قليلة مثل الموظفين أم ليس لديهم اهتمام ولا سلطة مثل الجوار وعلى أساسا نختار القناة الإعلامية ويتكون تكلفتها على حسب السلطة وقوة الاهتمام هاي بشكل سريع وإذا حبيتم مستقل نعمل بوركشوب تنفيذي تطبيق عليها إذا سماح المجال إن شاء الله الآن بالملاحظات كثيرة وجميلة جدا نشكر جزيل الشكل أستاذتنا المبدعة المتعلقة الأستاذة الهام على يعني هي الجندي الخفي إذا كان فيه ثمار أو ورود وأزهار بالجمعية فهي من زلعت هذه الأزهار جزاها الله كل خير الله يسلمك هذا من طيب أصلك دكتور دعمكم جهودكم والله الله يسلمك ونش ما أنذكر جميع الأخوة واللي انضموا إلينا وإن شاء الله تعالى حيكون يوم الخميس موضوع جميل جدا وفريد من نوعه ولم يطرح كيف نستخدم السرد القصصي في عمليات التصويق الحكومي والترويج الحكومي أنه حيكون فيه إبداع كثير وحيكون فيه أفكار إن شاء الله جميلة ونصلنا إلى نهاية الاجتماع إذا ما في أي مداخلات نختم بإذن الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيك العافية معكم السلامة